ربما تعرفي ذلك المسحوق الذي يزيل رائحة الكريهة من الثلاجة وغيرها من الفوائد المختلفة في أنحاء المنزل هنا نستغرد بعض استخداماته الصحية يزيل ترسبات البكتيريا اللزجة من الأسنان والتي تسبب أمراض اللثة يمكنك غمص فرشات أسنان في بودرة بيكينغ صودة وفرش أسنانك بها غسول فم منزلي رخيص ربما بيت زي الثوم تلك كانت لديدة جداً لكن رائحة فمك أصبحت تجعل الجميع يبتعدين يمكنك وضع مقدار ملاقة شاي من بيكينغ صودة في نصف كوب ماء ومضمضة فمك به لا يخافف الرائحة بشكل بسيط مثل معظم غسول الفم بالنعنى إنما يقضي على رائحة تماماً مزيلاً للعرق معظم الأشياء التي لها رائحة كرهة لها جزيئات رائحة حمضية البيكينغ صودة يعادل الحمضة ويقضي على الرائحة ضع شيئاً من بودرة البيكينغ صودة في منطقة الإبط صباحاً وإذا كان يضايقك البودرة قم بشراء مزيل عرق يكون من ضمن مكوناته بكرمونات السوديوم يساعد الكيلة الكيلة تتخلص من مخلفات الجسم والماء الزائد إذا كان الشخص يعاني من مرض مزمل مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل أخرى قد يزيد من تراكم الحموضة في الجسم البيكينغ صودة يستطيع أن يخفض من مستويات حموضة الجسم عليك استشارة الطبيب إذا رغبت في تجربة هذا فالأطباء ما زالوا يعملوا على معرفة تفاصيل أكثر دقة عن كيف ومتى يقوم البيكينغ صودة بهذا العمل يساعد في محاربة السرطان غرفة الطوارئ والمستشفيات تحتفظ بكميات من البيكينغ صودة كعلاج الاعتلال للقلب المفاجئ والتسموم وغيرها كما أنه يساعد في مواجهة الخصائص الحمضية للعلاج الكيميائي للسرطان وبعض الدراسات أوضحت أن البيكينغ صودة بخفضه الحموضة ساعد في إبطاء نمو بعض أنواع السرطان وإبطاء انتشارها يخفف الالتهابات الجلدية هل عضتك بعوضة؟ لسعة من حشرة سامة؟ البيكينغ صودة هنا لا ينقذك يخفف من تهييج الجلد والألم والحكة والإحمرات ضع كمية بسيطة من الماء على شيء من البيكينغ صودة ليصبح عجينة وضعها على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة إذا المنطقة كبيرة ضع نصف كوبين بيكينغ صودة في حوض استحمام وقمس جسمك فيها لمدة 20 دقيقة يخفف الآلم يحيزز بكربونات السوديم قوة مسكينات الآلم كما أنه يخفف من آلم الحروق وما فيها حرقة الشمس وفي بعض الدراسات تقول أنه يخفف الآلم الناتجة من السرطان أربع ملاعق كبيرة من البيكينغ صودة لكل ترما أغمس فوطة فيه وضعها على المنطقة المصابة التي تؤلم يخفف من حموضة المايدة البيكينغ صودة يحارب حموضة المايدة الزائدة والتي يمكن تخرج من المايدة إلى الحل يمكنك أن تشربه كحبوب مضغ مضادة للحموضة وهذه موجودة في الصيدليات أو يمكنك خلط نصف ملعقة شاي بنصف كوب ماء وشربه لا تعطيه للأطفال أقل من 6 سنوات وإذا كنت تستخدم أدوية اسأل طبيبك مقشر ومنظف للوجه البيكينغ صودة منظف لطيف على الوجه أغسلي أولاً وجهك بالماء والصابون بعدها أصنعي عجينة لكل ثلاثة أجزاء بيكينغ صودة ضعي مقدار جزء ماء أفركي به وجهك بشكل دائري ولطيف من أجل التنظيف العميق بعدها اشتفيه بالماء يجعل من الشعر صافي وناصع أمسج ملعقة صغيرة من البيكينغ صودة مع الشامبو المفضل لديك وذلك لإزالة أي تراكمات في الشعر من بخاخات أو جل وغيرها لن يصبح شعرك فقط أنظف بل سوف يكون تصفيفه بعد ذلك أسهل يناهم البشرة ضعي نصف كوب من البيكينغ صودة في حوض الاستحمام وسوف يخفف من حموضة البشرة ويزيل العرق والزيوت المتراكمة على الجلد ويدرك بشرتك نائمة إضافة إلى ذلك سوف ينظف البيكينغ صودة حوض الاستحمام معه تنظيف ألعاب الأطفال يمكنك استخدام الماء المضاف له البيكينغ صودة لتنظيف ألعاب الأطفال هو لن يقتل الجراثيم لقتل الجراثيم عليك إضافة الخل مع البيكينغ صودة لكن تأكري من غسلها بالماء جيدا بعد ذلك يحافظ على تقم الأسنان ضع ملاقتين صغر من البيكينغ صودة في كوبة ماء دافئ ثم وضع فيها تقم الأسنان للتخلص من بقايا الطعام والرائحة الكرهة والملاق السيء كما أنه يحمي تقم الأسنان شكرا لكم على المتابعة شاركوا هذه المعلومات أصدقائكم واشتركوا في قناة فادا حتى تصلكم معلومات مفيدة شكرا لكم على المتابعة